ولا تنسوا أن يكون الحظ الأوفر لكتاب الله تبارك وتعفي ليلنا في رمضان في قيام الليل في التراويح وقيام الليل أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن خاصة في العشر أو آخر من رمضان حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله أحيا ليلة صلوات ربي وسلامه عليه وهو قدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه